اشتركوا في القناة وقرر المجلس الموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل وقرر المجلس إحالته إلى مجلس الشورى واستعرض المجلس أيضا خلال الجلسة تقريرين لديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2021-2022 والعام 2022-2023 وقرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وإحالة ما يخص السلطة التنفيذية منها إلى الحكومة واختتم المجلس أعماله بمناقشة الحساب الختمي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 وقرر المجلس عدم اعتماد الحساب الختمي المذكور وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة وإحالتها إلى مجلس الشورى طبعا اليوم شاركنا في جلسة مجلس النواب المتعلقة بمناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وزارة التربية والتعليم حققت نسب عالية من الصرف في المشاريع إلى سنة 2023 بلغت أكثر من 97% وهذا يؤكد التزام الوزارة بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية الأخرى في استكمال مشاريع البنى التحتية التعليمية ونتحدث هنا عن المدارس والمباني الأكاديمية أيضا بيّنت وزارة التربية والتعليم دورها في الواقع في تنفيذ خطط وبرامج بحرنة الوظائف في قطاع التعليم اليوم ولله الحمد قطع نشوط كبير جدا وصلنا إلى أكثر من 86% نسبة البحرنة في قطاع المدارس وإن شاء الله هذه الخطة سوف تستكمل من خلال العناصر المقرر وفي مقدمة طبعا مخرجات كلية البحرين المعلمين والمخرجات طلب البحرين من مختلف الكليات سواء من المؤسسات التعليم العالي الحكومية أو الخاصة وبإذنه تعالى سيرعكس ذلك بشكل إيجابي على المسيرة التعليمية في مملكة البحرين طبعا اليوم ناقشنا ثلاث مشاريع الحساب الختامي وتقرير رقابة المالية والإدارية للعامين 2021 تقرير الثاني 2022 جمعناهم اليوم في جلسة واحدة كونهم أساسا يتشابهون في نفس المواضيع لكن تقرير الرقابة المالية والإدارية مسؤول بالتفصيل عن إنجاز أو المخالفات مثل ما نقول مخالفات الواقعة على عدد من الوزارات أما الحساب الختامي فيعتبر جزء أساسي من تقرير الرقابة المالية والإدارية فلذلك ارتقينا أنه يجمع في جلسة واحدة حتى نستطيع كنواب أن كل نائب يدلوا بدلوه كنوع من الرقابة فيرتقي كل نائب يعني التعرف على المخالفات والتجاوزات الإشارة إليها كما أشار تقرير الرقابة المالية والإدارية استنادا على الحساب الختامي طبعا اليوم مشروع قانون تحدث عن مادتين وتعريف المادة الأولى الثمانية وعشرين كانت تكلم عن قبل في السابق كانت زيارة النزلاء حتى الدرجة الثانية أما الآن فكانت تم تعديلها إلى ذويه أو مصرح له المادة الثلاثين تكلمت عن المؤسسات الصحية طبعا قبل كانت وزارة الصحة هي المنوطة فعلية في الهيئات المستشفى الحكومية أما الآن فالجهة المعنية هي مجلسة على الصحة وبذلك كان فيه إجراءات معقدة شوي سابقا في أي نزيل صيادة وعكة صحية فحاليا تم تعديلها أن الإجراءات مباشرة في التواصل مع مجلسة على الصحة والتنسيق مع وزارة الصحة في احتواء هذه الموضوع من جمع العام المشروع جدا ممتاز يواكب سياسة جهات المالك الله يحفظها قدم سؤال حق صادة الوزير تنمية بخصوص توحد أن يكون فيه اهتمام أكثر بهذه الفئة وفيه الله يطولي عمرك المركز الشامل في عالي هذا يبني وكان جاهز الافتتاح من قبل كورونا ومن ثم في وقت الكورونا سلمت إلى وزارة الصحة فالحين مهمول المكان ويشتغل ثمان مباني مبنى واحد فقط إلا يشتغلون فإحنا نقول إن مركز الشامل في ثمان مباني حبذا لو يعني يبتدون في صيانته من يديد ويرجعونا ويفتحونا حق هالفئة فعلا الفئة تستحق أن المجتمع يدعمهم ترجمة نانسي قنقر